مرحبا بكم مشاهدين مع هذا البثي المباشر ومع هذا الخبر الجديد كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن الفقر والبطالة أو الأوضاع الاقتصادية تعد دافعا قويا لهجرة المغاربة نحو الخارج خاصة الشباب والعاطلين حيث يعد الشباب الأكثر تبكيرا في الهجرة صوب الخارج مقارنة بالمتقدمين في السن وتصل نسبة الشباب الذين يرغبون بشكل قوي في مغادرة المغرب حسب تقرير لمندوبية الحليمي 40.3% لدى من تتراوح أعمارهم بين 29 و15 سنة مقابل 10.3% لدى من تتراوح أعمارهم بين 45 و59 سنة وترتفع النسبة أكثر لدى الشباب العازب بنسبة 40.4% والمطلقين بنسبة 34.7% والمنفصلين بنسبة 75.7% بينما تصل إلى 12.7% لدى المتزوجين والملاحظ أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد ازدادت رغبته في الهجرة حيث بالنسبة إلى غير المتعلمين فإن 12.4% منهم يفكرون في الهجرة مقابل 24.6% ممن يتوفرون على الشهادة الإبشدائية و30.5% بالنسبة إلى الذين يتوفرون على مستوى التعليم الثانوي مقابل 20.7% للتعليم العالي بينما ترتفع بشكل كبير لدى من يتوفرون على مؤهل وتكوين مهني بنسبة 40.6% وترتفع رغبة الهجرة أكثر لدى العاطلين حيث يفكر 50.9% منهم في الهجرة صوب الخارج وهو ما اعتبرته مندوبية لحليمي الدافع الأكبر للهجرة أنتم مشاهدي شفقف دائما مع هذا البث المباشر ومع هذا الخبر العجل كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن الفقر والبطالة أو الأوضاع الاقتصادية تعد دافعا قويا لهجرة المغاربة نحو الخارج خاصة الشباب والعاطلين حيث يعد الشباب الأكثر تبكيرا في الهجرة صوب الخارج مقارنة بالمتقدمين في السن وتصل نسبة الشباب الذين يرغبون بشكل قوي في مغادرة المغرب حسب تقرير لمندوبية الحليمي 40.3% لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة مقابل 10.3% لدى من تتراوح أعمارهم بين 45 و 50 سنة وترتفع بالنسبة أكثر لدى الشباب العازب بنسبة 40.4% والمطلقين بنسبة 34.7% والمنفصلين بنسبة 75.7% بينما تصل إلى 12.7% لدى المتزوجين والملاحظ أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد ازدادت رغبته في الهجرة حيث بالنسبة إلى غير المتعلمين فإن 12.4% منهم يفكرون في الهجرة مقابل 24.6% ممن يتوفرون على الشهادة الابتدائية و 30.5% بالنسبة إلى الذين يتوفرون على مستوى التعليم الثانوي مقابل 20.7% للتعليم العالي بينما ترتفع بشكل كبير لدى من يتوفرون على مؤهل وتكوين مهني بنسبة 40.6% وترتفع رغبة الهجرة أكثر لدى العاطلين حيث يفكر 50.9% منهم في الهجرة صوب الخارج وهو ما اعتبرته منذوبية الحليمي الدافع الأكبر للهجرة إذن مشاهدين كنتم مع هذا البث المباشر الذي أطلعناكم من خلاله على هذا الخبر نلتقي معكم في بث مباشر جديد وإلى اللقاء